اليوم رح نتعرف على نيو كاسل واعراضه ومسببات المرض ومتى نعطي المطعوم للطيور ونتابع الفيديو الاخر ان شاء الله كل بستفيد السلام عليكم يا قطيقوا العافية للجميع معاقص طيف للدواجن ان شاء الله اليوم رح نحكي عن نيو كاسل وطبعا جزء الرابع من المطعيم رح نعطي هاي المطعيم بعد الكورس اللي هشوفته بالفيديوهات التانية هخليها بالوصف بعد هاي المطعيم ما يخدها الطيور بياخد مطعوم نيو كاسل قبل ما نحكي عن المطعيم ان شاء الله بدي اشرح بشكل مفصل عن المرض واعراضه ونسبة قوة المرض هي بتيجي عن مراحل طبعا اسم المرض بعض الدول العربية تانية طبعا هو اسم المتعرف عليه نيو كاسل وبعض الدول بيسموه ابو دريج مثل العراق بيحكم عنه ابو دريج او كابوع هاي الاسماع المتداولة لمرض نيو كاسل وبصيب جميع انواع الدجاج سواء كان مائي او ترابي يعني بصيب البط والوز او الطيور الترابية مثل الحبش مثل الدجاج الزينة او اي نوع من انواع الدجاج طبعا عنده عدة اشكال منها عالي عالي الضرر للطيور يعني اذا انصاب فيها الطير ممكن خلال 24 ساعة يموت تفقد الطيور وفي منها متوسطة وفي منها ضعيفة وكل هاي الامرأة اللي نسب الاصابة سواء كانت قوية او ضعيفة او كانت متوسطة كلها ممكن ان معرض الطيور للنفوق بسبب الاصابة حسب مناعة الطير وحسب نوعه وحسب عمره ممكن انه يتأثر بسهولة بالمرض وتخسر الطيورة صمح الله في حالة الاصابة من اعراض المرض طبعا هو اعراض تنفسية وعصبية وهضمية يعني تخيلوا بأثر على الجهاز التنفس والجهاز العصبي والجهاز الهضمي يعني بحارب كل الاجهزة الموجودة في الطير ومن هنا نعرف ان المرض هذا خطير جدا ولازم ان احنا ان شاء الله دائما وابدا بحكي رفع مناعة الطيور بشكل عام لانه كل الطيور معرضة للاصابة بالفيروس الاهم من الاصابة بالفيروس انه احنا نستخدم رفع مناعة الطيور دائما بالتغذية الصح اللي بيحب الاعشاب او اللي بيحب عن طريق التقاطرة البيطري الدكتور البيطري طبعا رفع المناعة بساعد كتير طير انه يتغلب على جميع الفيروسات ويحاربها بشكل ان شاء الله مخفى وسهل طبعا الخصائر بتكون متفاوت يعني اذا الاصابة كانت ضعيفة بتكون الخصائر ان شاء الله اقل وذا الاصابة متوسطة بتكون اكتر سمح الله وذا الاصابة قوية جدا بيكون نسبة النفوق عالية جدا في القطيع وفي الطيور صعب شوية تشخيصه لانه تقريبا بشابه الامراض البكتيرية بتصيب فيها الدواجن للاسف ممكن يكون الدواجن نفسها مصابة بمرضين نيو كاسل وامراض بكتيرية وفطريات بالجسم وهذا بشكل خطورة عالية على الدواجن بشكل عام قاية منه هو نظافة مكان الطيور يعني دائما يكون المكان نظيف تقليل الرطوبة والحفاظ على تسليط تهوية مناسبة تكون تهوية مناسبة جدا للطيور درجة حرارة كمان تكون مناسبة لا تكون يعني لا تتعرض درجة حرارة عالية كتير فوق الخمسة وثلاثين والثلاثينات او تحت العشرة والخمستاش درجة مئوية كل هذا بسبب الامراض مش بس نيو كاسل بسبب عدة امراض للطيور وطبعا نحن نحكي عن الوقاية هسا كمان الوقاية منه هو إعطاء اللقاحات اللازمة كل ست اشهر ما يقارب او ثلاث اشهر طبعا في ناس ما بتقدر لو عطيت كل ست اشهر بيضلوا المصر فعال ان شاء الله لمدة اربع خمس اشهر ان شاء الله انك ما بتحتاج الى كل ست اشهر انك تلقح الطيور اللقاح نيو كاسل اللي هو راح يتاخد بعد اللقاحات اللي احنا عحكينا عنها بالفيديوهات القبل هيك اخليكم اياها بالوصف يعني اللقاحات بعد اللقاحات اللي اعطناها للطيور من عمر يوم لغاية اسبوع وريحناهم يوم باليوم الثامن بنعطي لقاح نيو كاسل وعليك الخيار انك تغطر كل ست اشهر او كل ثلاث اشهر او بالسنة مرة حسب الاجواء والاماكن انت بتعيش فيها وحسب مناعة الطيور اللي هي عندك في ناس ما بتقدر تطاعم كل ثلاث اشهر او عندهم كمية او ظروفهم صعبة فممكن انت تطاعم كل خمس اشهر او كل ست اشهر حسب زي ما حكيت لك مناعة الطيور واعمارهم ويفضل التطعيم بعمر صغير اهم اشي عشان انت متتعرضوا للاصابة وتخسر كل القطيع اللي انت تعبت عليه وربيته بنرجع بلفد انتباهي الجميع انه هذا الفيديوهات انا بسويها للناس اللي بترغب في المطاعيم البيطرية او الادوية عن طريق الدكتور البيطري احنا بنعملهم هاي الفيديوهات يعني خصيصا اليهم بحيث يكون عندهم معلومات كافية في قرس المطاعيم والامراض وكل مرض حنحكي عنه عن مطعومه رح نشرح عن المرض نفسه والاصابة والتعرض اليه عنوات هلا مهم كتير في ناس بعد اثناء اصابة الطيور بالمرض بروحوا بعملوا يعني بعضوا ادوية كتير غداء اوبار برفعوا بروطين زيادة عن اللذوم بجهدوا هذا الحكي كله بيؤدي يعني لنفوق الدواجن والضغط على الجهاد التنفسي والهضمي والعصبي وبساعد على قتل الدجاج بشكل اسرع طيب السؤال شو نعمل هون انت هون ماشي اوكي اذا الدجاج لسه بيوكل او بيشرب منخفف احنا نسبة الضغط على الجهاز الهضمي والعصبي بنعطي شغلات بسيطة نسبة تكون سهل الهضم للطيور يعني استحسن ومسلا نحط مثلا لمون وناعنا شغلات باردة هيك بالمي لانه ما بيشغل الجهاز الهضمي عنده بمتصها جسمه بشكل اسرع بالطريقة هاي انت ما بتجهد الطيور فانت لما قطعت نسبة بروتين واملاح عالية جدا بنسبة نشويات عالية انت هو جهاز الهضمي بسبب الاصابة بالمرض الجهاز الهضمي عند الطيور مهلك والجهاز العصبي والجهاز التنفسي فانت ما تعرض الطيور لضغط زيادة وترفع نسبة الدهون والبروتين ونسبة جهاز يعني انه جهاز الهضمي يشتل اكتر من طاقته او الجهاز العصبي او الجهاز التنفسي وكل عيدهم اهم من بعض واغلب الطيور بسيبها النفوق بسبب انه الجهاز التنفسي الرئتين عنده سابهم فشل تام ما بتنفس فهو بموت يعني نقص الاكسجين الكامل عندهم ساب انه الرئتين عنده تعطلوا اكتر ايش بقتل الطيور ممكن لو انه مثلا جهاز الهضمي شوي تعبان او الجهاز العصبي ممكن الطير يتحمل شوي يمين ثلاثه يرجع يسترد صحته ويسترد عفيته ويمارس نشاطه انت اذا بتضغط على الجهاز التنفسي الرئتين عنده الطيور تصاب بعطل كامل ومنها بيؤدي الوفاة فورا انه ما فيه اكسجين يوصل لجسم الطير يعني شوف فهمنا من هالموضوع فهمنا انه ما بيفيد اثناء المرض ما بيفيد اعطاء العلاجات او الضغط على الطيور بالتغذي العادي بنسب البذورتين والاملاح والنشويات وهو الى اخره يفضل استخدام شغلات بسيطة مثل الاعشاب الطرية اللي سهل هضمها وانتصاصها بجسم الطير اثناء المرض ويمنع منع الباتان وضع التومة بشكل مركز او غير مركز اثناء المرض لانه التومة حامي جدا والبصل كمان شوي حامي يفضل عدم استعمال التوم والبصل اثناء المرض للطير خصوصا في النيوكاسل لانه عنده ثلاث اجهزة متضررة اللي هم الجهاز العصبي والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي وفي انت ما بتعطي تومة تومة حارة وحامي جدا رح تقضي عليه فورا انه رح تحرق عنده رئتين هم اصلا تلفنات من محاربة الفيروس لهم وكمان بتلاقي الكبه التعبان والجهاز الهضمي تعبان والجهاز العصبي لدماغ يعني عصابي دماغ تعباني فانت هون ما تعرض الطير لضغط مباشر بتغذي الغلط واعطاء التوم شغلات حامية وحارة عليه ممكن تأدي مش ممكن اكيد رح تأدي لو وفاته بشكل اسرع وتتلف عنده جميع الاجهزة الموجودة التنفسي والهضمي وجهاد العصبي طيب شو نعمل زي ما حكينا بنعطي غداء بسيط اذا الطير بيوكل اذا الطير ما بيوكل وبيشرب مي وهم انا شفتهم عند ناس وحالات بيشربوا مي اكتر يعني بيمتنهم عن الاكل بعدين بيمتنهم عن المي بعد فترة يعني امتنعوا اليوم بعد يومين تلقيهم امتنعوا عن المي فانت هون استغل المي بان افتعت شغلات بسيطة مثل شوية لمون شوية رش خفيفة زنجبيل موجود كله عندي بالوصف يعني علاج بيطري ما بفيه التطعيم اثناء المرض قاتل جدا ما بفيد بالعكس بزيد من الطين بله وبقتل الدجاج المطعوم نيوكاسل يستخدم في حالة الدواجن كانت بصحة ممتاز سواء عمرها 8 ايام او عمرها 13 او 16 او سنة لازم مش بس نيوكاسل اي مطعوم بالعالم المفروض يستخدم والدجاج بصحة كاملة مية بالمية وما عنده اي مرض ان شاء الله يكون الموضوع مفيد للجميع اتمنى الاشتراك باللايك والتعليق وتفعيل الجرس دعم قناتي من الجميع يعطيكم العافظ شكرا لكم معاقص ستيف للدواجن وهي السلسلة الرابعة واستنون من السلسلة التالية